أردوغان يؤدي مناسك العمرة في خضم تحسن العلاقات مع السعودية قام إذن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأداء مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة الجمعة بعد لقاءات مع قادة المملكة تهدف لإعادة إطلاق العلاقات المتوترة بين البلدين في ثاني زيارة بل في ثاني أيام زيارته الأولى للسعودية منذ مقتل الصحة في خاشقجي في اسطنبول وصار أردوغان بين مجموعة من مرافقيه ومن الحراس في باحات المسجد إلى جانب أعداد غفيرة من المصلين الذين عادة ما تزداد أعدادهم بشكل كبير في آخر يوم جمعة من شهر رمضان وكان الرئيس أردوغان بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة تطوير العلاقات بين البلدين إثر الخلاف المرير في أعقاب جريمة اغتيال خاشقجي ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس صورا لهما وهما يتعانقان فيما بدى مقدمة لطي صفحة التوتر بين القوتين الإقليميتين والتقى أردوغان الذي يسعى لتحسين علاقات بلاده مع القوى الإقليمية في خضم مصاعب اقتصادية جم التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مستهل زيارته الأولى للمملكة الثرية منذ عام 2017 ثم اجتمع بولي العهد